أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة اليوم إن شاء الله راح نتحدث عن الشابتر الرابع من رواية وذرينغ هايتس للكاتبة إيميلي برونتي طبعا بهذا الشابتر راح نسوي مراجعة للشابتر الثالث إحنا بالشابتر الثالث قلنا إنه السيد ليكويد اللي راح يرويننا الأحداث هو يعني كان منزل سيد هيتكليف فهو راجع إلى البيت اللي مستأجرة فمن رجع وصل للبيت يعني بعد ما تبهذل وصار اللي صار فمن رجع الخادمة نيلي طبعا الخادمة نيلي إحنا لا ننسيها خادمة نيلي هي الخادمة اللي هي الكل بالكل اللي هي كل الأحداث يعني كانت شاهدة عليها من إجه هيتكليف ومن جابة من ليفربول وإلى آخره فهنا السيد ليكويد راح يسأل سيدة نيلي عن هيتكليف عن هيتكليف ومن هو هيتكليف وإلى آخره نيلي راح تخبر عن كل شي صار نيلي راح تخبر نيلي راح تخبر عن هيتكليف فش راح تقله راح تقله انه هيتكليف عجابه سيد ايرنشو من مدينة ليفربول ومنعرف أصله شنو ما شنو وراح تقله انه هيتكليف بعدين هيتكليف وراح تصير الأحداث يعني اللي ذكرناها احنا قبل اللي احنا ذاكرينها ببقية الفيديوهات يعني راح تحكي له القصة يعني راح تحكي له بانه جابه من ليفربول تقله هذا هو ايضا 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 ايض سيد إيرنشو سيحب هيتكليف أكثر من كل شخص يحب هيتكليف هذا الحب لا أعلم هنا يقول كاثرين و هندلي بوث طبعا هنا كاثرين و هندلي هندلي من هو هندلي و كاثرين هما أخوان هما أبناء السيد أبناء السيد إيرنشو هذول أثنين أطهم كرهوا هيتكليف محبوه بس كاثرين بعدين راح تحبه هندلي رز طبعا هناك شغلة مهمة ذات هندلي دسلاكت كاثرين عفوا يعني يعذرونا بعض الأحيان يعني نفقد المفردات يعني شوف هنا عندك السيد هندلي هذا سيد هندلي اللي هو ابن إيرنشو يكره هيتكليف يعني حتى أمه تكره حتى أول ما يجيبونا راح تشوف الصورة إنه بس صورة الأم أم السيدة السيدة إيرنشو راح تضوج تقل ليش جيبت لهذا أنا ما معتازة أنا عند ابنة ولد عند عردا وكلهم أطعمهم وتجيب لي أنت واحد عليهم ما تقبل بيهم ما تقبل بالهيتكليف زين طبعا هنا الشغلة صارت بهذا الشابتر أنه يعني هيتكليف كان يتم سوء المعاملة من قبل هندلي إذن هندلي كان يعني يضربه هنا حتى يعني موقف من الموقف اللي صار أنه السيد هيتكليف كان عنده فرس وكذلك هندلي كان عنده فرس هندلي الفرس مالتا أفضل من فرس سيد هيتكليف فهيتكليف طلب من السئ من هندلي قال لي أريد المهر مالتك قال لي نطيني اللي عندك أحسن الحيوان اللي عندك أحلى مرفض ما قال لي أنا ما أنطي قال لي ضد ذكرم ضربتني برجلين وكذا 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 فأنا راح أقول الأبوك على مودي عاقبك ماهتم له ضربوا همهان النوب وبعدين انطهياء يعني كان يهين بي دائما وقال لي أنت غريب أنت أنت يعني سمع كلام جارح ويضربه أكثر من مرة طبعا هذا الكلام كله منه دايح تشيته تشي سيديني الليكود ما خلت سال فما قالته شوفنا يقول لك ساحة هندلي بي اذهب أيها الكلب هذا هندلي يقل الليكود يقل اذهب أيها الكلب أجاب هيتكليف شوف قال لي سأبلغه بأنك لن تتردد في طردي من البيت لحظة وفاها اذا قال لشوف يعني هيتكليف قاله ترى راح أقول لأبو كنت تترددني من أموت غير أن هندلي لم يخشى هذا التهديد وضربه بالحديد على صدره إذا نشوف هذا هندلي كان يسوء المعاملة يعني كان هيتكليف كان يتم سوء معاملته بشكل كبير من قبل هندلي زي يعني؟ حتى كان يقل الغجري الغريب وإلى آخره هذا كل ما موجود بالنسبة لشابتر الرابع إن شاء الله يا رب استفديتوا أي سؤال أو استفسار احنا حاضرين ترجمة نانسي قنقر